بسم الأب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين كل سنة ونزل طيبين عشان نصوم نينوى نكمل تأملاتنا في سفر الخروج ونبتدي إصحاح 25 سفر الخروج لأول مرة نفهم فيه فكرة الخلاص عن طريق الفصح ولأول مرة يبقى فيه شريعة مكتوبة ولأول مرة يبقى فيه مكان خاص بالعبادة كل دي حاجات تعلن لأول مرة في سفر الخروج صحيح في سفر التكوين فيه كل حاجة من الأول في الخلق فيه السقوط لأول مرة فيه طبعا البني آدم بكل أخطاءه لأول مرة لكن سفر الخروج بيركز معنا على مفاهيم الخلاص زي ما شفناها في رحلة خروج الشعب عبور البحر الدم العلامة وبعدين نلاقي الشريعة واللي أول مرة تبقى شريعة مكتوبة شريعة موسى ومن دلوقتي هنبتدي نشوف لأول مرة ربنا هيعين مكان ويوصفه ليكون مكان عباده مرة اللي فاتت انتهينا انه موسى النبي بوصيه من ربنا خد هارون وحور واثنين ولاد هارون وسبعين شيخ وطلع بيهم الجبل وفي الجبل شافوا المسيح له المجد في مجده وموسى دخل الجبل وقعد أربعين يوم لوحدهم دخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل وكان موسى في الجبل أربعين نهارا واربعين ليلة وكلم الرب موسى قائلا المرة دي بقى جوة الجبل وجوة الخلوة الطويلة دي هيبقى الكلام عن خيمة الاجتماع كلم بان اسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمة كلمة تقدمة ريبة لكلمة زبيح لكن كلمة تقدمة أكبر من كلمة زبيح بمعنى إيه الزبايح جزء من التقدمات لكن التقدمة يعني كل ما يقدمه الإنسان اسمه تقدمة فزي ما نشوف بعد كده التقدمات دي ممكن تبقى جلود معزة مثلا ولا جلود مواشي ممكن تبقى شوية نحاس ممكن ذهب فكلمة تقدمة يعني الإنسان حسب إمكانياته بيقدم لربنا وأول مرة سمعنا عن التقدمة سمعنا عن تقدمة هابيل وقاين وربنا نظر إلى زبيحة هابيل لكنه لم ينظر إلى تقدمة قاين لأنه قدمها حاجة كده إيه بدون يعني اهتمام ومش من قلبه فأول مبدأ هنا بيقول كلم بني إسرائيل أن يأخذوا ليه تقدمة من كل من يحسوا قلبه من الأول والعهد الجديد والآخر الظهور ربنا يحب اللي يقدم له حاجة يقدمها من قلبه عشان كده في العهد الجديد يقول المعطي المصرور يحبه الرب فلما واحد يكون جايب حاجة يبقى جايبه هو فرحان يبدو أنه قاين من بداية التاريخ كان جايب حاجة هو ملوش نفس مش من قلب فلم ينظر الله إلى التقدم المرأة صاحبة الفلسين التقدم بتاعتها لا تذكر قيمته الفلسين في زمانهم كلام فارغ من النحية المادية لكن هي مقدماها بحب مقدماها من قلبها مقدما معها إيمان كبير قدمت كل ما عندها قدمت كل ما عيشته فهنا عجبت ربنا جدا لدرجة ربنا يسوع يعلق قدام التلاميذ ويقول دي قدمت أكتر من كل من كل من يحسه قلبه اسأل نفسك وانت بتقدم العشور انت فرحان وانت بتقدمها ولا بتقول خسارة هل بتزود في العشور وكل ما تزود تبقى سعيد هل وانت بتقدم حاجة من بيتك لناس محتاجة بتبقى فرحان هل لما تقدم وقتك للخدمة بتبقى مبسوط كل من يحس قلبه يبقى الحكاية تبتزي بالقلب تأخذون تقدمتي وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم هيحدد لهم أشكال التقدمات زهب وفضة ونحاس واسمنقوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزي وقلود كباش وحمرة وقلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدر يبقى هيحصل نوع من تجميع كل الإمكانيات قبل ما تبتدي حكاية خيمة الاجتماع أول فكرة هنا مهمة كل اللي عنده حاجة يحب يقدبها ربنا مقبولة معادن ماشي جلود ماشي زيوت ماشي أي حاكم وهنا واضح في فرق بين واحد والتاني يعني اللي عنده زهب ده جاب حاجة غالية لكن اللي عنده زيت للمنارة مقبولة منه ده فهمنا أن ربنا مش بيتعامل مع التقدمات بقيمتها المادية بيتعامل طلعة من قلب الواحد وحسب ظروفه وحسب إمكانياته الرعاء اللي جريوا على المسيح له المجد يوم ميلاده فرحه ربنا يمكن محلتهم شحاكم المجوز لما رحوا يسجدوا للمسيح بعد ميلاده كان معهم كنوز لكن الرعاة سبقوا دول حلوين ودول حلوين بدل جايين بقلبهم وكل واحد جاي بإمكانياته ربنا مبسوط ده يخليني أحبائي ما نقرنش عطيانا ببعض بلاش تقرنه بلاش تبص أن واحد عامل كتير يجوز أنت ما تقداش تعمل زيه مش في إمكانياتك يبقى مش مطلوب منك ولا يكونش عندك وتفضل قافل على اللي عندك يبقى مالكش حق ولا يجي في بالك فكرة ما هالحاجات دي ملهاش يعني احتياج لا كل حاجة ليه احتياج كل حاجة عشان كده القديس يحنى كان يقول من له سوبان فليعطي من ليس لهم يبقى خيمة الاجتماع ما أسهل أن ربنا ينزلها جهزة من السمى زي ما نزل المن المرة دي هو مش عاوز السمى اللي تتدخل عاوز الناس هي اللي تعملها وهتعملها بشكل بدائي لأن دول ماشيين في الصحرة والخيمة دي هتتلفوا وتتشالوا وبعدين يعسكروا يحطوها وبعدين يلفوا ويمشوا وهكذا إذن مش هتبقى مبنى يعني ماسك روحه كده لا دي هتبقى خيمة بس خيمة ضخمة كده اسمها خيمة الاجتماع وكل ما عند الناس مطلوب لخيمة الاجتماع طبعا أباء الكنيسة منهم العلمة وريجينوس وناس كتير مسكوا كل بند من ده وابتدوا كده ايه يحطوله معاني روحية يعني قالوا ادهب مثلا رمز للكهانوت والبعد قال رمز للصلاة الفضة قالوا رمز لكلمة ربنا لأن المزمور بيقول كلمة ربنا كفضة مصفاء مجربة في الأرض سبع أضعف قالوا النحاس ده رمز للصبر أو للجهاد لأن لقينا في سفر الرؤية أن وصف المسيح رجله كان حاسن محميتان في الأتون قالوا مثلا الاسمنجوني والأرجوان رمز للسماء ورمز للملك لأن الأرجوان ده اللي لبسوا للمسيح وهم بيستهزئوا بيه كملك قالوا مثلا القرمز ده دم المسيح لأن اللون الأحمر الغامئ ده رمز للدم مثلا قالوا كمان شعر المائز وجلود الكباش وجلود التخص إشارة إلى الزبايح عموما أن كل المكان ده يبقى فيه زبايح كتير وإشارة إلى يعني أبسط التقدمات خشب الصنط ده لا يسوس فالخشب اللي ما يسوسش رمز للصليب ورمز للآلام اللي هي يعني ما تسوسش والبعض قال رمز للبتولية اللي السوس ما يدخلهاش الزيت رمز للإمتلاق بالروح القدس الأطياب رمز للفضائل ده بيسموه أحيانا يا حبائي الأسلوب الرمزي في التفسير أنه كل كلمة ناخد لها معنى روحي معنى مجازي حتى لو ما كناش هنقدر نعمل كده لوحدنا يكفينا الفكرة ببساطة أن ربنا قابل من كل إنسان اللي يقدر عليه يبقى هو ده ربنا اللي بنتعامل معه النهاردة لو صحتك على الأد وقفت شوية صغيرة عشان مش قادر توقف فترة طويلة ربنا قابل قابل لأن دي إمكانياتك لو أنت فلوسك على الأد ما تبصش لللي بيتبرعه بالألافات خلاص ربنا قابل منك أطياب لدهن المسحة وللبخور العطر واضح أنه كل ده هيستخدم في الهيكل كمان يعني كل ده ربنا هيوجد له استخدام وفعلا هنشوف في التفاصيل الزيت هو بقى زيت المسحة اللي بعد كده بيمسح به الملوك زي صامويل لما اخد الزيت ومسح داود ابتدى من الوقت ده يبقى موجود في خيمة الاجتماع اللي هو رمز للميرون دلوقت والبخور لأنها هيبقى فيه حاجة اسمها مسبح بخور وهيبقى البخور بيترفع يوميا حجارة الجزع والترصيع دي زي الحجارة الكريمة حاجات غالية عشان لبس الكهنة هيبقى فيه حجارة كريمة وهتبقى فيه حتة كده مزينة بالحجارة الغالية رمز للفضاء العموم فيصنعون ليه مقدسا لأسكن في وسطه هم اللي يعملوا لي المكان المقدس اللي سكون فيه لغاية دلوقت ما كانش ربنا قال اعملوا لي بيت كان من وقت إبراهيم وسحاء ويعقوب وقبلها نوح كان يتعمل مسبح حجر كده ويصلوا عليه في أي مكان لكن لغاية وقت موسى النبي لم يكن هناك مكان خاص بالعبادة دي أول مرة في التاريخ ربنا يتفق مع موسى يلا يعملوا لي مقدسا مقدسا يعني مكان مقدس فأكون في وسطه بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن هنا هحصل لأ حاجة عجيبة قوي مش موسى في الجبل وقاعد مع ربنا على الجبل هيفرجوا على المنظر اللي ينزل يعمل زيه تحت تعرفين لما يكون مبنى كبير والمهندس يعمل الأول الديزاين أو المكات فتبقى أنت بتتفرج يا إم على رسمة يا إم على شكل كده معمول للمبنى كل تصوروا ربنا هيفرج موسى في السماء على المثال اللي ينزل يعمل زيه أصد موسى مش مهندس صحيح موسى ثقفته عالية لأنه متربي عند الفرعنة بس برضو التخيل ممكن يخونه قالوا لا ده أنا هفرجك في السماء وإحنا على الجبل على كل اللي المفروض يتعمل لما تنزل يبقى ربنا هيمشي بدقة في جزء جزء فيه ناس تقول أي فلوس خسارة في مبنى الكنيسة إحنا نديها للفقر الفقر ليهم حاجتهم والكنيسة كمان ليه حاجتهم يعني بيت ربنا إذا كان هو نفسه هتم ربنا أن يكون أحلى ما يمكن ويبقى هو اللي مهتم بتفاصيله يبقى ما ينفعش نكروت في بنا الكنيسة ولا يبقى أي حاجة لا مش أي حاجة أجمل حاجة مش ده بيت ربنا وربنا طبعا قادر يشبع الفقر وقادر يعمل بيته حل لأن بعض الناس ما بتحبش خالص تحط فلوسها في أي مبنى كنيسة برضو دي مبلغة لا لأن في العهد القديم كانت وصية كل من يحسوا قلبه تأخذون تقدمتي تقدم المرة دي مش رايحة للفقر رايحة عشان خيمة الاجتماع اللي هو مبنى أو مسكن لله في الوقت ده لا أسكن في وسطهم تعبير جميل طب الله له المجد غير محدود ولا يحده مكان لكن ربنا من أجل تقريب الفكرة يسكن في وسط المحلة يعني هتدور الأيام بعد كده هيبقى خيمة الاجتماع دي في النص في الوسط وتلات أصباط من كل ناحية على شكل صليب ولما يتحركوا الخيمة تتحرك الأول وبعدين الاثنشر صبت يترسوا بطريقة معينة يجوا يعسكروا تيجي الخيمة في النص ويترسوا التلاتات تاني على شكل صليب فاللي يبص كأنه من طيارة كده يبقى شايف مئات الألوف مرصوصين على شكل صليب على الأرض والكنيسة في النص فيبقى ربنا وسط شعبه ويبقوا كلهم قريبين لي مهصل كمان لو كلهم في خط واحد يبقى في ناس بعيدة قوي عن السنتر عن خيمة الاجتماع بالطريقة دي يكونوا أقرب ما يمكن إلى الاجتماع مع الله بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون حتى الأواني المستخدمة هيشوفها موسى الأول في السماء كرؤية أو على الجبل وبعدين ينزل يعمل زيها عشان يبقى أنه موسى كده مش ماشي بدماغ مش بيه ألف منظر لا ده ماشي وراء ربنا طب ده العهد القديم العهد القديم تطور من خيمة الاجتماع إلى زمن داود وسليمان بقى هيكل سليمان العهد الجديد خد الأفكار نفسها واستمرت كنيسة العهد الجديد لكن حصل تعديلات في الداخل تخص فكر العهد الجديد وده اللي هندرس لكن من الأول الكنيسة بنسميها بيت الله ده اللي قاله القديس بوليس في العهد الجديد قال بيت الله وقال على الكنيسة عمود الحق وقاعدته فيصنعون تابوتا من خشب الصند طبعا خيمة الاجتماع لو هنبتدي من برة هنلاقي طبقات كده اللي هي عبارة عن الخيمة نفسها وبعدين ندخل نلاقي ساحة كبيرة أو يحوش كبير كده اسمها الدار الخارجية وبعدين نلاقي جزء اسمه القدس يدخلوا الكهنة بس وفين جوه خالص اسمه قدس الأقداس اللي يبقى فيه تابوت العهد كأن ربنا سبدا كله وابتدى بالتابوت وهو بيوصف لموسى بدأ من أقدس نقطة في المكان كل ما ابتداش لمجرد التصور انك هتيجي من برة الجوة لا قاله أقدس حاجة هو تابوت العهد لأن التابوت يمثل حضور الله نفسه وبعد كده هنشوف لما ربنا كان يتكلم يتكلم من فوق التابوت اللوح اللي فوق التابوت ده أو فوق الصندوق ده كان يطلع عليه نور من بين الكاروبين المظللين ويطلع الكلام من المكان ده فيبقى تابوت العهد كان يمثل حضور الله فيبدأ من أقدس نقطة زي ما احنا كنيسة دي كلها جميلة لكن أقدس ما فيها المزبح لأن كلنا بنتناول جسد المسيح ده مو منع المزبح كلها مقدسة لكن أهم ما فيها المزبح يصنعون تابوتا من خشب الصند طوله زراعين ونص عرضه زراع ونص ارتفاعه زراع ونص يبقى صندوق صندوق مستطيل كده مش مربع يعني الصندوق ده معمول من خشب صند الخشب الصند ده من شجر الصند والخشب ده ما بيسوسه اللي منكم بيحضر تسبحاته الكنيسة الثيوتوكياته نقول أن التابوت زي العدرة من خشب لا يسوس زي بتوليته من العدرة بتولية ما تتغيرش تظل بتول دائما خشب نوع غالي وخشب يعمر ما يدوبش أبدا مع الأيام فتبضل كده البتولية دي حاجة غالية لأن التابوت نفسه رمز للعدرة اللي شالت المسيح لأن جوه التابوت أهم حاجة كلمة الله إشارة للمسيح أهم حاجة جوه التابوت لو حي العهد اللي خدهم موسى ما كانش فيه غيرهم لغاية دلوقتي بعد شوية هينضاف قصة المن وبعد شوية هينضاف عصى هارون وهيتبقى دي الثلاث حاجات اللي جوه الصندوق جوه التابوت لكن أول وأهم حاجة اللحين اللي كتبه المسيح بنفسه فأصبح التابوت رمز الكنيسة اللي جوها كلمة ربنا أو رمز للعدرة اللي شالت المسيح كلمة الله من خشب لا يسأس تغشيه بذهب النقي من داخل ومن خارج تغشيه يعني تصوروا معاه المنظر الصندوق خشب وحتى كلمة تابوت واحد يقول يعني صندوق موته مش تابوت دي يعني صندوق موته ما هي إشارة لموت المسيح بس المسيح له المجد حي لا يموت يعني مات حقيقي بقسده ولكن بقوة لهوته يقوم من الموت فيبقى الصندوق ده مغشة داخلا وخارجا بذهب النقي ذهب مع خشب الأباء قالوا أيوة الذهب ده غالي قوي رمز للألوها لهوت المسيح والخشب ده يعني بتاعنا ده ده رمز للناسوت أو البشرية ويبقى مغلفه من بره ومن جوه يعني فيه اتحاد حقيقي لكن بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير يعني الخشب لسه خشب والذهب لسه دهب فيش ولا واحدة منهم اتغيرت لكن خلاص اتحدوا ببعض التصقوا ببعض تماما فقالوا يبقى ربنا قاصد يشاور على المسيح الآتي اللي فيه دهب وفيه خشب أو فيه لهوت وفيه نسوت ومن داخل ومن خارج يعني ما تقدرش تقول المسيح فيه حتة منه قلوها لا ده المسيح كله إله حقيقي وكله إنسان حقيقي برضه كمان فكرة انه إذا كاتل التابوت يرمز للعدرة يبقى الدهب من داخل ومن خارج هي فضائل العدرة من جوه ومن بره في المزمور نقول للعدرة كل مجدك أو كل مجدها ابنة الملك من داخل لكنها مزينة من الخارج بأنواع كثيرة يبقى مجدها من جوه والزينة من بره العدرة جوه ألبها تواضع شديد دهب جوه ألبها حب جوه ألبها نقاوة دهب من الداخل من الخارج وداعة بساطة طيبة بشاشة فتبقى مزينة من الداخل ومن الخارج من داخل ومن خارج تخشيه بعضه إذا كانت التابوت ما احنا قلنا ساعات التابوت يرمز للكنيسة ممكن من زاوية أخرى نقول يرمز لأمنا العدرة ممكن من زاوية تلتة يرمز لكل واحد فين لأن احنا كمان هياك لله احنا كمان مسكن لله مقدس لله يبقى الواحد فين على قدمه خشب يعني إنسان ضعيف الروح القدس يخشيه من الخارج ومن الداخل يبقى روح ربنا يغطي عليك ويسطر عليك يملأك من الداخل بنقاوة ويملأك من الخارج بجمال فتبقى شبه المسيح مع أنك من جوه إيه لمو أغز حتة خشب يعني فين الضعف لكن قوته في الضعف تكمل فيبقى ذهب النقي من داخل ومن خارج الواحد فين ضعيف لكن ربنا ينقيه من الداخل ويجمله من الخارج وتصنع عليه إكليلا من ذهب حوالي يعني زي كده يعني إطار كده من الخارج زي ذهب عامل زي الإكليل أو السوار كده محوط التابوت كله محوط السندوق رمز طبعا لجلال المكان ده الأباء برضو قالوا ده شبه المسبح ليه لأنه فوق منه هيتكلم ربنا أو فوق منه حضور الله فأصبح ده المسبح أو فكرة المسبح اللي يجي ربنا عليه ويخاطب الإنسان تصنع عليه إكليلا من ذهب حوالي الإكليل رمزي للملك للمجد فيبقى كهنوت ملوكي يبقى هذا الكهنوت له صفة الملك أو الملوكية عشان يبقى اسمه بعد كده ملكوت الله ويقول أجعلكم ملوكا وكهنة وتذبك له أربع حلقات من ذهب معلش جزء اللي جاي فيه تفصيلات كتير البعض منكم يقول أنا مش مهندس ومخي أنا كمان مش مهندس لكن إذا كان الكتاب اهتم بذكر التفصيلات خلونا نحاول نتخيلها لأنها بتقرب لنا أولا اهتمام ربنا بالتفاصيل ثانيا كل شيء له مغزى ولو معنى روحي فاحنا مش منفصلين عن القديم ده لا المعنى يهمنا تتعامل كده حلقات في الجناب حلقتين من هنا وحلقتين من هنا تسبك له سباكة يعني ذهب أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائم الأربع على جانبه الواحد حلقتين وعلى جانبه التاني حلقتين عارفين ليه لأن التابوت بعد ما يتحط فيه لوحي العهد لا يلمسه إنسان مش مفروض إنسان يلمسه همال هيشيله إزاي تم والخيمة لازم تتنقل كل شوي أول حاجة يدخل أكبر كهنة أكبر كهنة في المقام والكرامة والسن يحطوا عمود دهب في الحلقتين دول يبقى فيه عمود في الجنب ده وعمود تاني في الحلقتين دول والواربعة يشيلوا التابوت مع إنه التابوت صندوق مش ضخم زراعين وزراع ونصه لكن عشان يبقى متشال على عواميد بحيث ما فيش لمس مباشر حتى بين الكاهن وبين التابوت ولو أنتم ذكرين بعد كده في سفر يشوع يشوع حيعبره نهر الأردن يشوع بعد ما استلم من موسى كان أول مأمورية عنده نعد الأردن عشان ندخل كنعان بقى بقى لنا ربعين سنة مستنين اليوم أول ناس عدوا كهنة شايلين التابوت كان المنظر ده الأربع كهنة الكبار شالوا التابوت بالطريقة المقدسة ودخلوا جوه النهر فالنهر جري من قدام زحف كده قدامهم وبقت الناس كلها تعدي يمين وشمال وهما وقفين في نص النهر كأن التابوت منع أن المية تغرق حد وقف المية كده على يمين وعا الشمال زي وقت موسى زمان بس المرة دي مش عصاية موسى المرة دي هيبقى تابوت العهد نفسه فكأن تابوت العهد كان البديل للعصاية زمان موسى عمل بالعصاية المية ركنت يمين وشمال مع يشوع بقى التابوت موجود يبقى مفيش لزوم للعصاية التابوت أشار للصليب والمزبح يبقى يدخل في النهر ويحجز الماء تزبك له أربع حلقات من زهب وتجعله على قوائم الأربع على جانب الواحد حلقتين وعلى جانب الثاني حلقتين وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بزهب طبعا برضو الخشب في النص وحوالي ذهب يبقى كل حاجة عبارة عن خشب وذهب خشب وذهب الخشب رمز للناسوت رمز لللاهوت الخشب رمز للطبيعة البشرية الضعيفة الدهب رمز للنقاوة الإلهي وتدخل العصوين في الحلقات على جانب التابوت ليحمل التابوت بهم تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منه ليه؟ يعني يبظلوا مع الشائين كده في الحلقات على طول حتى وهو راكن جوه خيمة الاجتماع العمودين دول قاعدين لدرجة الكاهن في القدس ما ده كله جوه قدس الأقداس ومقفول عليه بسطارة كده ساعات العمودين بس يبقوا خبطين في السطار فالكاهن اللي بره في القدس قادر يشوف مطرح العمودين اللي هم برزين كده من السطارة اللي بتفصل القدس عن قدس الأقداس لكن محدش بيدخل جوه إلا رئيس الكاهنة مرة في السنة كوى قدس الأقداس في الوقت اللي التابوت ما بيتحركش تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك الشهادة يقصد لو حي الشهادة أو لو حي لها برضه فكركوا بحدث في وقت شاول الملك قبل شاول كمان قبلها بفترة لما كان عالي الكاهن عالي الكاهن كان في زمن كان خيمة الاجتماع موجودة ما كانش لسه هيكا لسليمان دعا عالي دقاءة قبل صموير فعالي الكاهن كان ولاده كهنة بس ما كانوش كويسين حصل موقف أنه في حرب بين اليهود والفلسطينيين طلعوا فكرة غريبة جدا لأن ربنا ما قالهاش قالوا بما أن الفلسطينيين بيغلبونا كل شوية إحنا نشيل التابوت وندخل بيه الحرب وربنا ما قالش أعمله كده أبدا فلما شالوا التابوت كانت مشكلة لأن الفلسطين اترعبوا في الأول هم فاكرين أنه وسن زي الأوسان بتاعته على قد تفكيره قالوا لأ دا احنا لازم نستموت في الحرب دي لحسن الآلهة دخلوا الحرب على تابوت العهن فقاموا غالبوا اليهود وموتوا الكهنة ولاد عالي خدوا التابوت لما خدوا التابوت هم مش عارفين يكرموا التابوت إزاي حطوه في الأول في بيت الأوسان عندهم بيت للأصنام كده كل الأصنام وقعت ركعت قدام التابوت لوحدها صحيوا لقوا كل الأصنام متقطعة ومتكسر رحوا ودوا بلد تانية كل البلد جالها طعون ودوا بلد تانية رح كل القرية جالها طعون قالوا لازم نرجعوا بسرعة لأن احنا مش قد استضافة التابوت وركبوا كده إيه زي كارتة أو حنطور كله دهب في دهب ومش عارفين يعملوا إيه عشان يصطردوا التابوت فكأن التابوت بيقول وانا محتاج حد يحامي عني والتابوت رجع لبلاد اليهود برحت بقوته من غير ما حد يشيله ولا يحط تصنع غطاء من ذهب النقي طوله زراعان الغطاء اللي هو بقى الكفر وعلى فكرة كلمة الكفر دي هي اللي جات منها كلمة كفارة لأن في العبرية كلمة قريبة الكفار دي فالغطاء اللي على التابوت من فوق ده اسمه الكفر أو الكفارة لأن هنا بتبقى صلاة التوسل والتكفير عن الشعب غطاء من ذهب النقي طوله زراعان ونصف وعرضه زراع ونصف طبعا هيغطي كل التابوت هيبقى المقييس نفسها زي مقييس التابوت وتصنع كاروبين من ذهب صنعة خراطة يعني ده بقى إيه الخراط بقى عشان هيصمم كاروب طب ما هو شوفه استنوا هو في حد كان شاف الكاروب ما حدش مين بقى اللي شافه موسى لأن موسى عجبه اللي يقول له وديك كاروب اللي هتعمل زيه يبقى واضح إن موسى شاف ملايك وشاف كاروبين لأنه قال له أنا هخليك تعمل كل حاجة على المسل اللي انت شايفه عندي في الجبل فيبقى لما بتشوفه أيقونات الكاروبين لو الشاروبين يعني تقول إحنا جبنا الصورة دي من فين أو تخيلناها إزاي أول من رآها من الله نفسه كان موسى وتعاملت بعد كده خراطة فبقت رؤساء كهنة بيشوفوه وبعدين هتترسم بعد كده في الهيكل سليمان واتنقلت إلينا لغاية دلوقت تصنع كاروبين من زهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء لو تصورتوا إن الطرابيزة دي جزء من التابوت وده الغطاء هيبقى فيه كاروب من هنا وكاروب من هنا يلمسوا بعض بجنحتهم وبعدين مش يبصوا الفوق لا حتقدر يبصوا الفوق يبصوا لتحت عشان بصين على الكفر بصين على الغط وجناحتهم لمسة بعد والجناح الثاني لمس الحطة أو الصور بتاع خيمة الاجتماع يعني هم واخدين طول الغرفة كلها بتاعت قدس الأقدس الجناح نفسه ماسك من هنا والجناح الثاني ماسك من هنا والجناحين اللي في النص متوصلين ببعض وهم بصين كعبادة بوقار كده ده التمثال يعني إلى غطاء التابوت هذه المنظر فيبقى هذا التابوت مميز جدا انه مش صندوق عادي صندوق وعليه تمثالين للكاروبين وكلهم دهب نقي وليهم الجناحين بتاعهم كل كاروب والجناحين متوصلين ببعض عشان نحس ان الكاروبين كلهم روح واحد يعني وهم بيبصوا على الغطاء صنعت خراطة تصنعهم على طرفي الغطاء فاصنع كاروبا واحدا على الطرف من هنا وكاروب آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكاروبين على طرفي يعني امتداد للدهب العادي بتاع الغطاء لزئيم في الغطاء ويكون الكاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر منها جد بعض تسبيح الكنيسة لما نقول العدرة يعني الكاروبين بيمجدوها إذا كانت تبوت رمز للعدرة يبقى الملائكة نفسها تنظر إليها بإكرام لكن هي كمان فكرة عبادة الملائكة لله المتجسد ويكون الكاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الأخ نحو الغطاء يكون وجه الكاروبين وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك شوفوا بقى التدقيق في الشرح هتحط تعمل التابوت وبعدين تحط لوحة الشهادة جوه وأنا أكتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء قال له من هنا ورايح يا موسى بقى هنتقابل في الحتة دي كل ما جي أكلمك بدل ما تقولك تطبع قولك تطلع للجبل مشوار طويل وتبعد عن شعبك 40 يوم أنا هنزلك في خيمة الاجتماع وكانوا يشوفوا عمود السحاب نازل من السماء كده داخل على القدس وهموا يوقفين بعيد يدخل موسى كان الوحيد لغاية ما يوصل لقدام التابوت ويركع ويشوف النور قصاده ويطلع الكلام من فوق الغطاء ودي كانت حياة موسى بقى حاجة عزة يعني بيكلم ربنا من فوق الغطاء فطبعا ده إحساس يعني لا يعبر عنه أتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبين لما نقول الغطاء رمز للكفارة كأن ربنا حبي يشرح معنى مهم عشان نغطي على عيوب نكفر عن عيوب البشرية ساعتها نتصالح ساعتها نعرف نتكلم لابد أن يكون هناك كفارة لخطايا البشر عشان نتصالح ونحكي ونرجع أصحاب فأصبح الغطاء ده رمز للتكفير رمز الدم المسيح للفداء اللي فوق منه يتصالح اليهودي العادي واخد بيقول لك فين موسى السحابة هناك يبقى عنده اجتماع عنده اجتماع يعني إيه؟ عنده اجتماع مع ربنا حاج عز فيبقى موسى داخل يعرفه أن فيه اجتماع طارق اجتماع مهم ربنا عاوز يقول له حاجة جديدة يقول له تحركه يقول له عسكره يقول له شف شعبك فيه لخبطة فكان موسى هنا الوسيط اللي بيجتمع مع الله ممثلا عن شعبه كلمة الشهادة كمان يعني لوحة العهد أصبحها شاهدين عن علاقة الله بالإنسان أن ربنا اتفق على اتفاق لوحة العهد أو لوحة الشهادة يعني ربنا تعهد الناس على شرط إيه؟ الاتفاقات اعملوا الكلام ده أكون معاكم ما تعملوهوش ماكنش معاكم تعملوه تلاقوا باركة وتلاقوا خير وتلاقوا عمر طويل وتلاقوا كل حاجة ما تعملوهوش يبقى زيقوا زي بقية الشعوب الوسانية حسبكم فهنا فيه شهادة يعني إيه؟ فيه شاهد على العلاقة اللوحين دول شاهدين على علاقة زي ما تكتب محضر كده أو تكتب تعهد وتمضي الطرفين أصبح اسمهم لوحة العهد أو لوحة الشهادة وبالتالي تابوت العهد أو تابوت الشهادة واخد الاسم من اللوحين نقل من تابوت العهد لتاني حاجة مقدسة احنا بنتكلم من ايه؟ من فوق لتحت يعني من الأكثر قداسة لغاية ما نوصل لإيه؟ للتوب اللي مغطي الخيمة كلها من بره شكله ايه؟ تاني حاجة مهمة أوي حاولوا تتخيلوا معاي احنا اتفقنا خيمة الاجتماع عبارة عن خيمة خيمة قد الكنيسة دي ما هيش حاجة صغيرة لكن فيه أوضة جوانية اللي اسمها قدس الأقداس جواها تابوت العهد فقط وعرفنا شكله ودهب وخشب تاني أوضة برانية أوسع شوية من الأوضة الأولانية اسمها القدس بس بدل القدس يبقى الكهنة مسموح تدخل فيه الشعب لا القدس ده فيه ثلاث حاجات بقى الأولاني كان حاجة واحدة قدس الأقداس احفظوا معاي تابوت العهد القدس بس فيه مائدة خبز الوجوه مائدة وفيه منارة وفيه مزبح بس للبخور يبقى ثلاث حاجات كله دهب برضو كل اللي جواه القدس وقدس الأقداس مغلف بالدهب وبعد كده فاصل تاني حجاب تاني الحجاب ده يفصل بقى الشعب اليهودي عن الكهن أو عن القدس يبقى فيه نوع من الحجابين كده حجاب يفصل الشعب عن القدس ويفصل القدس عن قدس الأقداس أديكم مثل يا أحباء من الكتاب فاكرين لما زكريا أبو يحن كان كاهن يقول جت له النوبة يعمل إيه يبخر فدخل القدس لما دخل ما بقتش الناس شايفاء وهو واقف عند مسبح البخور اللي في القدس جاله رئيس الملايك قال له طلبتك قد سمعت وامرأتك ألي صبات ستكون حبلة وضار بينهم الحوار وحكوا وطولوا الناس واقفوا برا مستنى أبونا اللي دخل يطلع ما طلعش ومش شايفينه لما طلع لو ما بيتكلمش فقاله يبقى شاف حاجة جوه يبقى الشعب اللي برا ما كانش شايف إيه اللي بيحصل في القدس لأنه كان يدخل للقدس ياخد البخور زي ما بنعمل دلوقتي بس أنتوا شايفين كل حاجة زي ما ما كانش الشعب يشوف ياخد البخور يبخر لكن فيه فصل كده فيه حجاب الحجاب ده ما تكسرش غير بالصليب اتقسم كده من النص ساعة صليب المسيح من فوق لتحت لكن فكرة البخور موجودة عهد قديم تصنع مائدة من خشب الصند طولها زراعين وعرضها زراع وارتفاعها زراع يبقى الميدأ أصغر سنة من التابوت لو أنتم متابعين الأرقام وتغشيها بذهب النقي برضو نفس الكلام النوع خشب وفوق منه ذهب لأنه كل حاجة إشارة إلى الدور البشري والدور الإلهي الخشب رمز الدور نحب أما الدهب دور الله وربنا بيعمل الحكاية بيشتغل بينا اشتغلش الوحد وإحنا من غيره ما نسواش نبقى شوية خشب تغشيها بذهب النقي وتصنع لها إكليلة من دهب حواليه كل حاجة من دول لها إكليل دهب كده عشان يديها كرامتها وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها زي كده إيه حتة صور صغير كده زي المواقد المئة المعدنية تلاقي لها زي إيه بروس كده طالع من الجناب وتصنع لحاجبها إكليل من دهب حواليه يبقى الميدة دي لها زي تاج ضخم حواليه وتصنع لها أربع حلقات من دهب وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي اللي قوائمها الأربع نفس النظام ليه حتى دي ما تتشلش وخلاص لازم اللي يشلوها كهنة ويشلوها عن طريق العمود الدهب اللي يدخل في الحلقات عشان لما يشلوها ما تحكش في حاجة ولا تبقى إيه أي شيلب خلاص لا حتى الشيلب بكرامة بكرامة لما تلاحظوا نحن نقول بلاش حد يدخل الهيكل غير أبونا والشماس بلبسهم المفروض ده أقل احترام إذا كان في العهد القديم في كل الاحتياطات دي النهار ده إزاي شماس يقف في الهيكل اللي يتكلم مع زميله إزاي النمس تمشي وتتحرك كده وإحنا في العهد القديم وكانت كل الاحتياطات المهيبة دي هيبة وكانت الناس تبقى خيفة جدا يعني لما يجوا وينقلوا الحاجات يقفوا بعيد ويصلوا لمجرد أن كهنة بتشيل المقدسات طيب إحنا النهاردة بنشيل المسيح لو المجد على قدينا جسده ودمه والشعب تلاقيه ساعات يحكي والشعب يعود والشعب يتهاون إن كان ربنا تنازل قوي كده يليق بينا أن احنا نقدم له خشوع أكثر من القديم وهيبة أكتر من بتوع زمان عند الحاجب تكون الحلقات بيوتاً لعصوين لحمل المائدة يعني الحلقات زي بيوت للعصايا وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بزهب فتحمل بهم المائدة وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها من زهب النقية تصنعها كل الأواني اللي على المائدة دي دهب برضو الدهب دايماً رمز للقداسة لا رمز للنقاوة شغل ربنا يوصف بالدهب عشان يبان إنه هو حاجة غالية قوي أهم من أي شغل تاني أهم من أي أكل لول أولوية دايماً مفروض كده وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائماً دعالوا بقى نفهم إيه الحكاية دي هيبقى في التقس اليهودي نظام بعد كده هيحطوا 12 أربانة على المائدة دي رمز للـ 12 صبت سموهم خبز الوجوه خبز الوجوه يعني إيه وجه الله على شعبه ووجه شعبه إلى إلهه فتبقى المائدة دي علامة ارتباط الشعب بربنا إنه وشنا فوش بعض أن الله بوجهه ينظر إلى شعبه ممثل في الـ 12 أربان وحسب التقس اللي هيشرحه ربنا بعد كده يخبزوا ويحطوا الكلام ده سخن في النهار يشيلوا بالليل ما يكلهوش غير الكهنة بس ودي اللي هيحكاية عندن فاكرين لما داود كان هربان وراح مدينة الكهنة مدينة نوب ويعيني بقى له يومين مكلش هو ورجالته فدخل على آخر النهار والراجل بقى ساعتها الكهنة الطيب ده أخي مالك ده أو أبي مالك قال له الحقنة بلؤمة قال له يا ابني صدقني إحنا هنا عايشين كهنة في بعض مش فاضل غير إن احنا خبز الوجوه وده لا يحل أكله إلا للكهنة قال له بص إحنا بتعرف بنا وإيه وكنا في مأمورية فمع لش بقى فعمل استثناء وخلى داود والرجال اللي معاه يأكلوا من خبز الوجوه لأنه ما كانش فيه أكل غير كده تصوروا المسيح له المجد بنفسه استشهد بالقصة دي عشان يقول بطلوا حرفية لما كانوا فيه مشكلة السبت واعتبروا المسيح كاسر السبت والتلاميذ كسروا السبت قال له أمتب استنم ما أسألكم يوم داود دخل وكل من خبز الوجوه الذي لا يحل أكله إلا للكهنة بس هالربنا عقبه هالربنا نفاه مثلا الحين ما حصلش حاكم لأنه ربنا ما كانش يقصد الرمز في حرفه ربنا بيقول بعد كده المسيح يفسر يقول ليس الإنسان من أجل السبت بل إيه السبت من أجل الإنسان فالمسيح لو المجد استدلب القصة دي على أن في نوع من المرونة وأن كمان داود كرمز للعهد الجديد لأن داود يرمز بحياته للعهد الجديد في العهد الجديد كلنا كشعب نتناول كان زمان مين اللي يتناول خبز الوجوه كهنة بس في العهد الجديد جسد المسيح نقدر إحنا بس ناكله ككهنة نبقى بيهود لا كل الشعب يتناول لأنه كلكم بدون استثناء خدتوا الروح القدس كلكم مسحق ممسوحين بالروح القدس إن كان لنا احنا صفة أو وظيفة الكهنوت لكن انتوا زينا في الحتة دي كلنا نشترك في خبز الوجوه زمان ما كانش حل إلا للكهنة بس كمقابل لي مش بنقول خبز الوجوه والتناول بس بنقول كان رمز للتناول هي دي المايدة اللي رمز دلوقتي للأكلة الإلهية اللي احنا بنكل تجعل على المايدة خبز الوجوه أمامي دائما كلمة أمامي كمان يعني ايه يعني أنا مش عاوز الترابيزة فاضية أبدا عاوز دايما المايدة دي عليها خبز الوجوه يعني خلي وشكه في وشي طول الوقت كده رمز للصلاة الدائمة إن دايما بصين على وش ربنا وهو بصص علينا وهو ده مجال الأدسات اليومية تلاحظوا كان يسند الوقت أغلامها بتصلي كل يوم بالذات طبعا في الصيامات وكده ليه؟ لأنها بتعيد فكرة إن احنا ملناش غيرك يا رب نحوك أعيننا انت ما فيش غيرك نعرف نبص عليه وانت بصص علينا وإحنا بصين عليك جعلت الرب أمامي كل حين عن يميني فلأت زعز دي المايدة الدهب دي احنا فين دلوقتي في القدس وتصنع منارة من دهب نقي يبقى في جنب من المايدة في منار جوه في ايه؟ حسن تكونوا نزيت جوه التابوت بس ومقفول عليه قدسة أقداس بره أول حاجة في النص المايدة عالجانب منارة منارة من دهب النقي المنارة مقصود بيها زي شمعدان حاجة زي الشمعدان بس كبيرة كده عمل الخراط تصنع المنارة قاعدتها وصاقها يبقى ليها قاعدة عشان توقف كده وصاق الأول زي الشجرة كده تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها يبقى طلع بطريقة كده زي أخصان الشجرة فليها كاسات وعجر يعني الحاجات الحلقات اللي تبع الكاس بتاعه وست شعب خارجة من جنبيه اللي شاف فيه كل منظر دي عاوزة صورة شفاين المنارة دي ليه عبارة عن آم تلات أنصاف دائرة بحيث شعبة كده وصادها شعبة كده وفوق منا شعبة كده وصادها شعبة كده وفي الآخر عندنا سبع حاجات منوار زي شمعدان له سبع عيون متخيلين وعين في النص وثلاثة كده وثلاثة كده أدي المنظر ببساطة ست شعب خارجة من جانبيه من جانبها الواحد سلاس شعب منارة ومن جانبها الثاني سلاس شعب منارة يبقى من الجنب ده ثلاثة ومن الجنب ده ثلاثة في الشعبة الواحدة تلات كاسات لوزية بعجرة وزهر طبعا أنا مش شاطر في التفاصيل دي وعلى قد تخيلاتنا هي بس خلونا نفهم المعنى المعنى إيه ببساطة المنارة يعني بتنور لأن المكان ده مقفول عليه حجاب جواه وحجاب بر وما فيش شبابيك طب اللي هيدخل يخبط جواه في المايدة ولا إيه ما يشوفش حاجة المنارة دي بقى الشمعدان ده لازم يبقى منور طول الوقت شغلة الكهنة يعمروا يدخلوا بالزيت طول الوقت يتطمنوا أن الزيت شغال والشمعدان قايد صبح وضهر ليل ما يطفيش أبدا لما المسيح لو المجد يقول لتكن مصابيحكم موقدة نفهم أن ده كان عند اليهود سهل مفهوم لأن الكهن من دول أحد أهم وظائفه يدخل يتطمن على المنارة ويزود زيت لما في مثل العزارة يقول المصابيح والزيت وبعدين لما جي العريس لقوا المصابيح بتطفي ما هتبقى واقع بيضة لو كاهن دخل لقى المنارة فيها عين واحدة مش منور ياخد مخالفة كبيرة فالعزارة الجاهلات لما لقوا أنهم المصابيح بتنطفق وقالوا أعطينا من زيتكنا يبقى قلة عقل هو فيه أهم من شغلة الزيت ده أهم حاجة تنوره المصابيح المعاني دي كانت قريبة جدا احنا نهاردة عشان فيه كهرباء الكلام ده بعد عن ذهننا شوية لكن طبيعي دي حاجة مهمة جدا حكاية الزيت والنور والحاجات دي زي ما المسيح هو أكلنا وشربنا ميدى المسيح هو نورنا فنقول المسيح هو نور العالم فالمنارة أيضا رمز للمسيح يعني الميدى رمز الجسد ودم المسيح والمنارة رمز للمسيح نور العالم أو رمز الكنيسة لأن الكنيسة شايلة نور المسيح لأن مرة المسيح قال أنتم نور العالم بعد ما قال أنا النور رجع قال من أنتم النور كمان احنا منوارين احنا مطفيين لا انتو النور بالمسيح لا يمكن ان يوقدونا صراجا ويضعونه تحت مكيال مش ممكن المنارة دي يتحط فوقها مكيال يضعونه على المنارة اذا كلمة المنارة في تعليم المسيح كانت حاجة قريبة جدا للزهن اليهودي عارفين غلوتها طبعا فكرة السبع عيون دي او السبع شمعات دول اشارة الى عمل الروح القدس في الكنيسة قد يقول واحد سبع اسرار الكنيسة او العطايا الكاملة للروح القدس في الكنيسة الروح القدس هو اللي منوار الكنيسة هو اللي بيدي المواهب ويدي الثمار ويخلي الكنيسة منوارها كده بروح المسيح اللي فيه وفي الشعبة الثانية سلاس كأسات لوزية بعجرة الوزار وهكذا الى الست شعب الخارجة من المنارة وفي المنارة اربعة كأسات لوزية بعجرها وأزهاره وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت طبع الحاجات دي زي مخزن للزيت بتحط الزيت بطريقة عشان يغزي الشمعدان وتكون عجرها وشعوبها منها يعني كلها خرطة واحدة مش تتلزق تلزيق عشان ما تقعش لا كله معمول سبيكة واحدة كذا جميعها خراطة واحدة من زهب النقي برضي يقولوا الأباء ده معناه انسجام الكنيسة كلها لما نكون كلنا منورين ما تلاقيش في واحد بيخبط في الثاني واحد غريب عن الثاني كلنا زي مية واحدة كذا كلنا خرطة واحدة سبيكة واحد لأن الروح القدس اللي منور فينا على اختلافنا هو الروح واحد أعمال كثيرة ولكن الروح واحد قديس بوليس يقول كذا فيبقى واحد متميز بحاجة والتاني منور في حاجة والتالت منور بطريقة بس كله نور واحد من ربانه زي يوم الخمسين لما نزل النار أو الروح القدس انسكب على شكل ألسنة من نار هي نار واحدة لكنها نزلت على رأس كل واحد يعني فيه تميز وفيه وحداني فيه اختلاف بين بطرس ويعقوب ويحنة بس الثلاثة روح واحد الثلاثة بيقدموا نفس الرسالة الثلاثة ينقاضوا بروح الله زي الشمعدان ده كله بيحركوا زيت واحد الزيت اللي بيجري في كل الشعب هو نفس الزيت اللي هو الروح القدس وتصنع سروجها سبعة عشان برضو هو قال ستة كتير هو يقصوا الثلاثة وثلاثة لكن فيه واحدة في النص فيبقى السروج سبعة سروج فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابل وملاقتها ملاقتها بقى اللهم ايه الملقاط اللي يشيل الجمرة اللي تقع او اللي يعني يزبط الزيت ومنافضها من زهب النقي من وزنة زهب النقي تصنع مع جميع هذه الاواني وانظر فاصنعها على مثالها الذي اظهر لك في الجبل يعني برضو ايه في الاخر تعملها زي المثال اللي انا ورته لك في الجبل يبقى تخيلوا معايا موسى على الجبل بيفرجوا على واحدة واحدة يقعد يدقق كده وجايب له شمعدان فوق الجبل يقول له هتنزل تعمل زيه وجايب له الميدا تنزل تعمل زيها وقبلها بيفرجوا على مكت الخيمة وده اللي هتعمله تحت اما المسكن المسكن نفسه بقى المسكن هنا يقصد بي ايه مش الحوش كله المسكن يقصد بيه القدس وداخله قدس الاقدس هي الحتة اللي ليها سقف هي القدس وقدس الاقدس الحوش مالوش سقف فيقال المسكن بضقة على القطين دول القوضة الكبيرة اللي اسمها القدس والقوضة الداخلية اللي اسمها قدس الاقدس ده على بعض اسمه المسكن واللي يقرى سفر العبرانيين تلاقوا بولس استخدم كلمة المسكن كتير لان راجل يهودي مذاكر فبيقول نفسك كلمات اللي كان يستخدمها ربنا في الكلام فالمسكن هو الجزء الخاص بسكن الله الشعب يقف برا في الحوش تصنعهم من عشر شقق بوس مبروم واسمانجوني وارجوان وقرمز هنا كل كلمة من دول برضو الاباء ينشغلوا بيها قلنا قبل كده القرمز رمز الدم المسيح الارجوان رمز للملك الاسمانجوني رمز لون السماء البوس المبروم رمز للجهاد لان البوس ده لما يبرموه يبقى ماسك نفسه جامد فيبقى معمولة معمول المسكن مش طبعا لازم يتعمل من قماش لانه هيتفك كل شوية وهيتشال فما فيش هنا حديد وخرصانات وكلام زي كده مسكن بس معمول بطريقة كده بعوارد لكن نقدر نقدر الناس تفكوا وتشيلوا بكاروبيم صنعت حائق حازق تصنع ويبتدي يوصف انا هقرأ المرة الجاية نكمل الشرح لانه صعب طول الشقة الواحدة 28 زراع وعرض الشقة الواحدة 4 زراع قياسا واحدا لجميع الشقق تكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض يوصلوا القماش ببعض كده وتكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق بعضها موصول ببعض وتصنع عري العروة يعني العرى دي اللي هي العروات عشان يدككوها في بعض يعشقوا حتة في حتة عشان لما يفقوا يقدروا يتعاملوا الستات هتفهم في الحاجات دي اكتر من من اسمان جوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصول الواحد وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصول التاني خمسين عروة تصنع في الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصول التاني ما ولازم قدام كل عروة عروة تاني عشان تشبكهم في بعض تكون العورة بعدها مقابل لبعض وتصنع خمسين شزادا من زهب عارفين لما تمسك اتنين في بعض سموها شزازا زهب يعني مسكت عروتين في بعض فيبقى انت كده ايه مربطهم ببعض زي نظام الخيم دلوقتي اللي يشوف الكشافة والخيم مرة جاي نشرح لإلهنا كل مجد وكرمه ناخد آية واحدة يقول كلم بان اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة كلم بان اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة كمان مرة كلم بان اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة